التحديات والانطلاقات الجميلة هكذا التواصل والشي ينطلق في هذه اللحظات وقبل قليل شوت خاص بالجعدان الثناية المحليات الاصائل وهو تاسع الاشواط في هذه الفترة المسائية الجميلة والريع نتواصل مع سهراب الذي يقود المشاركين من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثاني المركز الثاني يأتي فيه أيضا سرابلس مشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب عتيج بن سالم بن عرطي يتولى عملية تضميره لأسد في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الرابع سوقان تعود ملكية الاسمو شيخ صقر بن جمال القاسمي يضمر سيف يضمر سيف الكبالي الذي يتولى عملية تضميره في المركز الرابع بينما المركز الخامس يتواجد في المركز الخامس هذا هو الزاير تعود ملكية الاسمو شيخ احمد بن سعيد النعيمي يضمر فايز بن غافان اليابري الطبيب الشعبي كذلك متواجد وحاضر في التضمير بينما المركز السادس من الجانب الاخر الاسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبد الله بن ثعيل بن هايري يتدخل في هذه اللحظات من الجانب الاخر وتواجد من مياس تعود ملكية لسيدي صاحب اسمو شيخ محمد بن راشد المكتوم يضمر راشد بن خميس والغويس السويدي والمركز التاسع في هذه اللحظات أو المركز التاسع نعم تدخل في هذه اللحظة وصل في المركز التاسع لسمو شيخ حمدان بن راشد شاهين يضمر سيف بن احمد بن خريد وهناك الاسد في هذه اللحظات يتدخل في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع اللي هو شاهين لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن عبد الله بالطير العامري يتولى عملية تضميرة هكذا العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان العشر المراكز الأولى المتقدمة في نداء ومسار الثمانية كيلومترات في هذه الأمسية في أول أيام افتتاحية الثمانية كيلو متر على أرضية ميدان المرمومة مع رقص الكبار مع هذه المسافة التي تنطلق فيها الكبار من سن الثناية في هذا المساء وسن الحول في الباكر إن شاء الله هكذا نتواصل ونعود مرة ثانية بعد ما أكملنا العشر المراكز الأولى العشر المراكز الأولى في هذا المنطلق وهذا الاندفاع نسير مع المركز الأول نسير مع الانطلاق الأول في هذا المسار صوغان بدأ يغير إلى مقدمة الشوط ويندفع بالمركز الأول يتقدم المشاركين وينطلق بالمركز الأول بينما التغيير من سراب من الجانب الآخر سراب تعود ملكية الاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري بينما هناك يتواجد في هذه اللحظات اللي هو صوغان لاسمه شيخ صقر بن جمال الغاسمي يضمر سيف الكبالي يتقدم على المركز الثاني أما المركز الثالث فياتي فيه سراب والمركز الرابع يتقدم الأسد من هجن العاصفة على المركز الثالث والرابع اللي هو الأسد وكذلك يتواجد هنا سراب يضمر هنا الواثق حمد بن راشد بين اغدير بينما المركز الخامس يتقدم في خامس المراكز هذا الزاير لإسمه شيخ أحمد بن سعيد النعيمي فايز بن غافان اليابري في تضميره وهو ينطلق على المركز الخامس بينما المركز السادس تدخل في سادس المراكز ويتواجد ويتقدم هنا شاهين تعود ملكية مشاهدي العزاء لإسمه شيخ حمد بن راشد المكتوب سيف بن أحمد بن خريدي يتولى عملية تضميره وانطلقته في هذا المسار وهذا التحدي بينما يأتي في هذه اللحظات شاهين لإسمه شيخ حمد بن بن راشد المكتوب حمد بن عبد الله في الطير العامري يتولى عملية تضميره وهو في المركز السابع هذه المراكز السبع الأولى المتقدمة من الجعدان الثناية في تاسع الأشواط في هذه الأمسية يتقدم على ثامن المراكز وياتي ذيب في المركز الثامن لإسمه شيخ حمد بن بن راشد المكتوب يضميره عبد الله بالثعيل بالهايري المركز التاسع تدخل فيه ووصل في هذه اللحظات مشاهدين المتابعين الكرام تدخل في هذه اللحظة ووصل صوغان تعود ملكية مشاهدين العزاء والدخول على هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق مشاهدين متابعين الكرام سالهود تعود ملكية لسمو الشيخ أحمد بن بن راشد المكتوب وضميره مطهر بن سيف باللاحج الهاجري يتدخل في هذه اللحظات هناك دخول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع خالد بن المر بن حلوة في تضميره تدخل على المركز العاشر هذه العشر المراكز الأولى من الجعدان الثناية إلى صايل في هذا المسار في تاسع الأشواط في الشوط التاسع في هذه الأمسية في هذا الاندفاع الجميل والشيخ والرائع هكذا مشاهدينا نعود إلى المراكز الأولى عبر شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق وفي الكادر العلوي في مسار هذا الشوط وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان في هذا الكم وهذا السيل وتقارب الأسماء تتقارب الأسماء من بعضها البعض لتتنافس وتتبادل المراكز هناك يغير مشاهدينا متابعين الكرام سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المتمرس عتيج بن سالم بالعرطي الحميري بينما يغير شاهين ويتقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أحد شبابنا المضمرين الرائعين في تضميره حمد بن عبدالله بالطير العامري يقود شاهين في هذا المسار بدون أي توامر وبعرض التلقائي بينما المركز الثالث سراب من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يأتي رابعا ويضمر في عملية التضمير كذلك يدير سيف بن حمد بن خريد على المركز الرابع والمركز الخامس في هذا المسار الأسد من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير يتواجد بوحمد الطبيب الشعبي فايز بن غافان اليابري كذلك ليقدم الزعيم بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي بقيادة فايز بن غافان اليابري بينما هناك دخول في هذه اللحظة من قبل الزيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب هذه في عملية التضمير يا السلام هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والقوية التي تتواجد في هذا الشوط وتتنافس على تحديات ناموسي الكبار وتحديات الكبار في تحفة الميادين الميدان الذكي ميدان المرموم قرمنا على بوابة العبور الاثنين كيلو متر تتغير فيها الأمور وتتحرك فيها لوامر مع المضمرين في هذا المسار وفي هذا الملتقى الشيق الجميل نعود إلى المراكز الأولى شوف التحرك شوف بدأ بدأ بتحرك الشوط الأسد أي الأسد الأسد كشر عن نيابه كشر عن نياب الأسد وبدأ بتحرك الشوط بعد الفترة اللي قضيناها وبعد المسافة اللي قضيناها في هدو ولكن بدأت الأمور بعد الاثنين كيلو متر خلاص التحرك غير الأسد على المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير في تضميره يلي بالمركز الثاني ويأتي في المركز الثاني سراب من البداية وهو ينافس على ناموس هذا الشوط لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري كذلك شاهين لازال منافسا ومنطلقا على المركز الثالث لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري يتولى تضميره التحرك بدأ من الثيب لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم روح يا عبد الله بن ثعيل لبيال هايري هناك شاهين لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر سيف بن أحمد بن خريدة ووصل وصل وصل فايز بن غافان اليابري يقدم بحمد الله في الفورمة في الفورمة يا الطبيب الشعبي اليوم في الفورمة متواجد ومقدم لنا مشاهدين متابعين الكرام اللي هو زاير زاير لسمو شيخ حمد بن سعيد النعيمي فايز بن غافان اليابري في تضميره في تضميره في هذه الانطلاقات أعود مشاهدين متابعين الكرام إلى المراكز الأول إلى الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا إلى الاندفاع ولا زال هناك الأسد إلى أسد والمنافس له الذيب الذيب والأسد وسراب الذيب والأسد وسراب ولكن الأسد لا زال في المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الذيب في المركز الثاني لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيل بالهايري الثالث اللي هو سراب لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري هكذا الثلاث المراكز هكذا الثلاث المراكز في الستمائة متر الأخيرة راح بن ثعيل بالهايري يا السلام على المقدمة على المقدمة وهذا الذيب لإسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم بالشعار الأزرق على هذا الانطلاق المتعود ولكن سراب ماشاء الله يا سراب انطلق سراب في الأمتار الأخيرة انطلق سراب شكرا يا أبو أحمد شكرا يا أبو أحمد تهانينة لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوس سراب وانطلق تفل أمتار الأخيرة القوية والتحرك شكرا لعتيج بن سالم بالعرطي المتمرس في التضمير وفي التحديات تهانينة والناموس تهانينة من العماق مشاهدي العزاء لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم تهانينة لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري بينما المركز الثاني ذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث وصل في الأمتار الأخير مياس لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم والمركز الرابع الأسد من هجن العاصفة والمركز الخامس وصل في مياس لسيدي صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم هكذا الخمس المراكز مشاهدين متابعين الكرام نعود إلى التوقيت الزمني وهذه لحظات وصول سراب بتوقيته الزمني في الثمانية كيلو مترات 13 دقيقة 21 ثانية وخمسة جزاء من الثانية تهنين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والتهنية موصولة لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري بينما وصل في المركز الثاني المركز الثاني وصل فيه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبدالله بن تعالى بالهائد توقيت الزمني 13 دقيقة و23 ثانية ستة جزاء من الثانية بينما المركز الثالث وصل فيه مياس لسمو الشيخ زايد بن المرب من مكتوم المكتوم بتضمير الشاعر حمد بن علي العويسي 13 دقيقة و26 ثانية بالوفا والتمام تهنين نهاية 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 نها